الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك العمر وإياك تستعين اهدم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإهدم المغضوب عليهم ولا الطالبين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ملة حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وارجعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضل وإن تغلوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله نرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستغفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور لا من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبرغكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به ليستهزكون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم أزعناها منه إنه ليعوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضرر مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صدقوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تالكم بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نثير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سؤال مثله مفتريات وادعوا ما لاستطعكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فأنتم مسلمون من كان يريد الحياة التميى وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخصون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صدعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزان فالنار موعده فلا تكفي مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أغلق ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لن يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وطل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأفسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ورغبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفني قير كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا محم إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملك الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراثلنا باجيا الرأي وما نرا لكم علينا من فضل بل نظنهم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم فعميت عليكم أن أرزمكم وها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد المؤمنين ويا قوم لا أسألكم عليه بالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهدون ويا قوم من ينصرني من الله إن طاردهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خسائم الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني بذك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نور قد جالتنا فأكثرت ردالنا فأتنا بما تعبنا إن كنت من الصالقين قال إن ما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء من ما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا وما تخاف به في الذين ولو إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكل ما أمر عليه بلؤ من قومه سهروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مطيم حتى إذا جاء أمرنا وفاردت النور كل أحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قرير وقال اركبوا فيها باسم الله مجليها ومغساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجريبهم في موج كالجبال ونالا موح ابنه وكان في معزر يا هنين يركب معنا يا هنين يركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبري يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا بالرحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقرعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجوله وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال ربي إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعفك أن تكون من الجاهلين قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفرني وترحمني أكون من الغاسلين تلك من أنباء قيل يا نوح ربط بسلام منا وباكات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سمتعهم ثم ينسرهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصفر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفتغون قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفتغون ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا يا قوم لا أسألكم عليه أجرا من أجري إلا على الذي خطرني أفلا تعقلون ويا قوم استوفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويسلكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجربين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحمل ذلك آلهتنا عن قولك وما نحملك بأمينين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله أشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جنيعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخكم بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفي ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غريض وتلك عاد جعدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عديد وأتبعوا في آله لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا وعدا لعاد قوم هود وأتبعوا في آله لعنة ويوم القيامة ألا إن عالا كفروا ربهم ألا وعدا لعاد قوم هود وإلى ثقود أخاهم صالحا وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله ويرب هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفرواه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تلعونا إليه قال يا قوم أرأيتم إن كنت على غيرة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصو لي من الله إن عصيته فما تزيدون لي غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها ولا تمسوها بسوء فيرخذكم عذاب قريب فاعقروها فقال تمتعوا في ذلكم ثلاثة أيام ذلك وعب غير متذوب فلما جاء أمر لا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يوم إذ إن ربك هو القوي العزيز وأغل الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديالهم جاثمين ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالكشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء العجر حميذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوتس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم روط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلة أأرد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حبيب مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى وجادلنا في قوم نوط إن إبراهيم لحليم أواه مليم يا إبراهيم أعلم عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا إبراهيم ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وطاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله فاتقوا الله ولا تخزوني في غيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك أتعلم ما نريد قال لو أنني بكم قوة أو آوي إلى رغم شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بغطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إنه عدهم الصبح وليس الصبح بطريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منطود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مريم أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنطصوا المكيال والميزال إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط وإلى قوم أوفوا المكيال والميزال بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعزوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أد عليكم بحفير قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعقل آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحريب الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على غينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجلمنكم شقابي أن يصيبكم مثلما أصاب قوم نوح أو قوم بود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم بمعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لغاك فينا ضعيفا ولولا رهتك لغجمناك وما أنت علينا لبعزيز قال يا قوم أرضي أعز عليكم من الله واتخذتمه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه علىه من يخزيه ومن هو كافر وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ريالهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لبديا لكما بعدت سمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأغلهم النار وبئس الورد المود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المغفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم من شيء إلا ما جاء أمر ربك وما زالوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع لهم الناس وذلك يوم مشهود وما مؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهير خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعبوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاءً غير مرثوث فلا لك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص وإن كلا لما يوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير ولقد آتينا موسى الكتاب فاخترف فيه ولولا كرنة سلقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريد وإن كلا لما يوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطروا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة ضرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فاصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فأولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها المصلحون ولم شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ولا يزالون مختلفين إلا من رحب ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنبال الرسل ما نثبت به فؤالك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون عملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا انتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه نوجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون وما ربك بغافل عما تعملون الله أكبر شكرا 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 شكرا